حصلة العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة تصل إلى حوالي مئة قتيل وأكثر من ستمائة جارح نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء فضلا عن الخسائر المادية المعتبرة التي لحقت بالمساكن والبنيات التحتية في هذه المنطقة الفقيرة التي تعيش تحت الحصار الإسرائيلي منذ عدة أعوام يحدث ذلك قبل انطلاق العمليات العسكرية البارية التي أعلنها قبل ساعات وزير الدفاع الإسرائيلي والتي كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد كشفها مساء أمس عدد من أحياء غزة تحول إلى أرض خراب وأصبح من سلم من الموت من سكانه مشاردين قوارب الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة لم تسلم من الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف من سفن القوات البحرية التابعة للدولة العبرية المعركة مستمرة مثل ما خططنا لها لكن يمكن أن نزيد في تصعيدها لاحقا حتى الآن سددنا ضربات قاسية لحماس والمنظمات الإرهابية وسنضعف الغارات إثر اتخاذها قرارا باستدعاء أربعين ألف جنديا احتياطيا الحكومة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ الهجوم البابي الذي حشدت من أجله كتائب معززة بالدبابات على طول الحدود مع قطع غزة بعدما فشلت أكثر من ألف غارة جوية في وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية